موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلاب العزاء من جديد في سلسلة الفيزياء للصف الثاني عشر العلمي والصناعي طلاب الأعزاء أرجو أن تشاركونا بأسئلتكم وملاحظاتكم في هذا اللقاء من خلال التعليق على موقع فضائية فلسطين التعليمي أو من خلال الاتصال بالرقم الأرضي للفضائية عزيز الطالب موضوع هذا اللقاء هو الدرس السابع من الكتاب المقرر وهو الكوة المغناطيسية فابقوا معنا الكوة المغناطيسية أهم المصطلحات الموجودة في الدرس هاي في عنا أربع مصطلحات مهمة أن نتقنها أولاً شدة المجال المغناطيسي ثانياً تعريف التسلا ثالثاً قانون أمبير ورابعاً كوة لورانس شدة المجال المغناطيسي عبارة عن الكوة المغناطيسية التي يؤثر بها المجال على وحدة الشحن الكهربائي التي تتحرك عمودياً على المجال المغناطيسي أما تعريف التسلا فهي تعريف مهم جداً عنا في الدرس هي عبارة عن شدة المجال المغناطيسي التي يؤثر بكوة مغناطيسية مقدارها واحد نيوتون على شحنة كهربائية مقدارها واحد كولوموجب تتحرك بسرعة مقدارها واحد مثل لكل ثاني عمودياً على المجال فهي تعريف جداً مهم تعريف التسلا أو ممكن سؤال يسألني تعرف النص تسلا أو الـ 75% من التسلا رقم ثلاث اللي هو الأمبير كوحدة الأمبير وليس قانون أمبير قانون أمبير شرنالو الدرس السابق أما وحدة الأمبير هي عبارة عن شدة التيار الكهربائي الذي إذا مر في سلكين مستقيمين طويلين موضوعين في الفراغ المسافة بينهما واحد متر كانت الكوة المتبادلة بينهما تساوي اثنين ضرب عشر كوة ناقص سبع نيوتون لوحد الطول على المقطع العرضي الذي إذا مر في سلكين مستقيمين نعم مقطع عرضي إلا إله أما النقطة الرابعة كوة لورانس عبارة عن حاصل الجمع المتجهي حاصل الجمع المتجهي كوة لورانس بين الكوة الكهربائية والكوة المغناطسية التي تؤثر على شحن كهربائية تسير في الاتجاهين معا يعني هاي الشحنة ماشية في المجال الكهربائي والمجال المغناطسي المجال الكهربائي بينشئ كوة كهربائية والمجال المغناطسي ينشئ كوة مغناطسية الآن حاصل الجمع المتجهي للكوة المغناطسية والكوة الكهربائية على الشحن هي تسمى كوة لورانس فهاي أهم المصطلحات الموجودة عنا القوانين الموجودة عندنا القوانين الموجودة أهم القوانين في الدرس لأنه أصلا في الدرس هذا مطلوب بنا نحسب الكوة المغناطيسية على مين؟ على ثلاث أشياء أو ثلاث أمور أولا الكوة المغناطيسية التي تؤثر على الشحن الكهربائي تسير بسرعة في مجال المغناطيسي هذا رقم واحد رقم اثنين الكوة المغناطيسية التي تؤثر على سلك يسري في تيار كهربائي موضوع في مجال المغناطيسي والكوة الثالثة والأخيرة هي الكوة المغناطيسية المتبادلة بين سلكين معناته عندنا على شحنه وعلى سلك في تيار موضوع في مجال وبين سلكين فهي الكوة المغناطيسية المطلوبة معنا للوحدة المقررة نقطة نقطة خلينا نتكلم بالأول عن الكوة المغناطيسية التي تؤثر على شحنه قيمتها تساوي حاصل ضرب الكوة المغناطيسية على الشحنة تساوي حاصل ضرب Q في V في B في ساين ثيتا حاصل ضرب الشحن ضرب السرعة اللي ماشي فيها ضرب شدة المجال لدخلته ضرب ساين ثيتا وثيتا هي الزاوية المحصورة بين السرعة وبين المجال فهي قيمة الكوة المغناطيسية التي تؤثر على الشحن وحدتها نيوتون أما الاتجاه هي كمية فيزيائية قياسية يعني في عنا وحدة وفي عنا اتجاه وعنا قيمة القيمة القانون والوحدة نيوتون أما الاتجاه قاعدة اليد اليومنا بعمل إيدي هيك بيكون الإبهام باتجاه السرعة اللي ماشي فيها الشحن الأصابع باتجاه شدة المجال مرة ثانية الإبهام باتجاه السرعة الأصابع بتشير لاتجاه شدة المجال الآن إذا كانت الشحن موجبي بيكون العمودي على راحة اليد وإذا كانت سالبي بيكون العكس فهي القاعدة اللي ما نطبقها الآن لما الشحنة تدخل مجال تكون بسرعة مجال مغناطيسي بتكون ماشي بخط مستقيم فالمجال بيأثر عليها في قوة مغناطيسية بيخليها تسير في مسار دائري في مسار دائري فبالتالي هاي طبيعة الكوة اللي بتأثر عليها المسار الدائري إلو نصف كطر للمسار الدائري وفي عنا زمن دوري وفي عنا التردد وفي عنا التردد الزاوي بيجي سؤال كامل عليهم احسب القوة المغناطيسية احسب نصف الكطر احسب الزمن الدوري احسب التردد واحسب التردد الزاوي إذا بدنا نص الكتر للمسار الدائري اللي بتمشي فيه كانت بخط مستقيم صارت تمشي فيه مسار دائري فنص الكتر بساوي حاصل ضرب الكتلة في السرعة على الشحن في شدة المجال بتناسب تناسب طرد خطة مع الكتلة والسرعة وعكس خطة مع كيو في بي إذا بتزيدين أم وفي بتزيد آر وإذا بتزيد كيو في بي بتكل آر الوحدة طبعا الوحدة متر لأنها نص كتر رقم اثنين الزمن الدوري شو يعني الزمن الدوري؟ زمن الدورة الوحدي زمن اللف الوحدي تمام شو قانونه؟ قانونه اثنين باي في الكتلة على كيو في بي بتتناسب تناسب طرد مع الكتلة وعكس مع كيو في بي وتتناسبش مع السرعة في بعض المسائل بكل إذا السرعة بتتضاعف شو بصير في الزمن الدوري طبعا ما بتأثر الوحدة سكنت رقم ثلاث اللي هو التردد التردد أخذناه بصف العاشر وحداش أن التردد يساوي مقلوب الزمن الدوري فبالتالي F تساوي واحد عتي نقل بالبسط مقام والمقام بسط بساوي كيو في بي على ثنين باي في أم فالوحدة اللي إنا هيرتز القانون الأخير اللي هو التردد الزاوي دابليو تساوي ثنين باي في أف ثنين باي في التردد أو ثنين باي عتي اللي هي كيو بي على أم وحدتها ريديان بير سكنت فهذه القوانين اللي بتختص في مين في الكو المغناطيسي التي تؤثر على شحنه تسير بسرعة في مجال مغناطيسي منتظم هاي بيكون خلصنا هيك الرقم الأول أو المسألة الأولى اللي هي الكو المغناطيسي على شحنه مباشرة من الروح على الكو المغناطيسي اللي بتأثر على مين؟ على موصل يسري فيه تيار محطوط في مجال مغناطيسي يعني عزيزي الطالب إذا كان عندنا سلك فيه تيار محطوط في مجال مغناطيسي هذا السلك حيتأثر في كوه مغناطيسي هاي الكوه المغناطيسي إلها قيمة ووحدة واتجاه القيمة تبعتها تساوي حاصل ضرب i في l في b في صين ثيتا i اللي هي شدة التيار l طول السلك بتناسب تناسب طردي مع شدة التيار وشدة المجال اللي هي b وثيتا الزاوية المحصورة بين l وبين b الكيمة اللي إلها نيوتون هذي للشحني هاي للموسر الآن أما الاتجاه قاعدة اليد اليمنى بخلي الإبهام باتجاه التيار الأصابع باتجاه شدة المجال بيكون العمودي على راحة اليد باتجاه المجال نعيد باتجاه الكوه المغناطيسي مرة ثانية منخلي الإبهام باتجاه التيار الكهربائي ومنخلي الأصابع الأربعة باتجاه شدة المجال المغناطيسي بالتالي بيكون العمودي على راحة اليد بشير إلى الكوه المغناطيسي اللي بتأثر على السلك نعم الآن وصلنا لمن؟ للكوه المغناطيسي بين سلكين إذا كان عندنا سلكين فيه تيار في الأول وفيه تيار في الثاني السلك هاد هينشئ مجال فبيكون السلك الثاني محطوط في مجال الأول والعكس صحيح فبالتالي في عنا كوه مغناطيسي هاي الكوه المغناطيسي بتأثر من الأول على الثاني أو الثاني على الأول قديش قيمتها وإيش وحدتها وإيش اتجاهها قيمتها تساوي حاصل ضرب ميونوت في التيار الأول في التيار الثاني على اثنين باي آر في أل وفيه بعض القوانين نحط أف على أل هيك بيصير وهيك بيصير إيه الآن شو الوحدة اللي إلها؟ طبعا ميونوت ثابت التيار الأول التيار الثاني أف عبارة عن قيمة فيزيائية متجهة فبالتالي أل بيعتمد على طوله الآن لو كان عنا موصلين موصلين إيش؟ طبيعة القوة الأول على الثاني والثاني على الأول طبعا القيمة متساوي في القيمة يعني بمعنى لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس في الاتجاه فقوة الأول على الثاني تساوي قوة الثاني على الأول بس المشكلة ويا في الاتجاهات لكل فعل رد فعل فنفس القيمة بين الأول على الثاني بين الثاني على الأول هسا من شرها فهي القيمة الوحدة نيوتون أما الاتجاه الاتجاه إذا كان عزيز الطالب التيارين متماثلين في الاتجاه فبالتالي بيكون عندنا تجاذب يعني إذا كان التيار للأعلى والتيار الأعلى فالسلكين هيقربوا على بعض ونفس الكلام إذا كانوا للأسفل بس إذا كان واحد منهم للأعلى وواحد للأسفل بصير عندنا تنافر فهذا ببعد وهذا ببعد لذلك من هنا هذا هو قانون نيوتون الثالث لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه هيك بيكون خلصنا الكوة المغناطيسية على شحنه والكوة المغناطيسية طبعا على شحنة تسير شحنة تسير بسرعة في مجال المغناطيسي بزاوية محددة أربع شروط لازم تتحقق بشين تيجي الكوة المغناطيسية رقم اثنين الكوة المغناطيسية على موصل يسري في تيار محطوط فيه مجال المغناطيسي في زاوية محددة نفس الكلام ورقم ثلاث الكوة المغناطيسية المتبادلة بين سلكين كل واحد فيه تيار وفيه مسافة بينيهن طيب وصلنا هيك لكوة لورانس عرفناها قبل شوي وتعريفها جدا مهم كوة لورانس هو حاصل جمع المتجه بين الكوة الكهربائية والكوة المغناطسية اللي بتسير هاي الشحنة في المجالين معا فهي FE الكوة الكهربائية زائد FB وصلنا لجهاز منطق السرعات قانونه شدة المجال الكهربائي بساوي حاصل ضرب السرعة ضرب المجال المغناطسي في عنا كمان في سؤال رقم سبعة مسائل الكتاب في علاقة لازم نستخدمها بشان ينحل السؤال سبعة الفرع الثاني اللي هي الكائنتك نصف أم V تربيع تساوي حاصل ضرب نعيدها الكائنتك تساوي Q في فرق الجهد الكهربائي فنصف أم V تربيع تساوي Q في V فمن نصا اللي هي تساوي نصف أم V تربيع الكائنتك نصف أم V تربيع فبنصل إنها السرعة تساوي تحت الجذر ثنين ضرب الشحن ضرب فرق الجهد على الكتلة هذا القانون مستخدم لحل السؤال السابع في مسائل الكو المغناطسي الفرع الثاني فرعبا هيك بيكون طبعا المقصود في R نص الكتر T الزمن الدوري وهيك بيكون خلصنا أهم القوانين الموجودة معنا للشريحة هاي نروح عزيزي الطالب على الشريحة اللي بعديها في عنا سؤال BG سؤال BG وسؤال مهم قارن بين جهاز السايكلترون وجهاز منطق السرعات في عنا في الدرس هاي جهازين سايكلترون ومنطق السرعات ننقارن بينهم من حيث الاستخدام ليش باستخدم الأول والثاني من حيث مبدأ العمل من حيث المكونات من حيث آلية العمل ومن حيث القوانين الأول السايكلترون استخدامه عزيزي الطالب نستخدمه من أجل مصارعة مصارعة الأجسام المشحوني أو الجسيمات المشحونة جسيمات المشحونة يبدأ سارعها وحصل على سرعة كبيرة جدا 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 رقم اثنين أما منطق السرعات فاستخدامه من أجل اختيار أو انتقاء جسيمات مشحونة بسرعات محددية رقم اثنين مبدأ العمل مبدأ العمل بيجي الاستخدام ومبدأ العمل مبدأ العمل السايكلترون مبدأ عمله عبارة عن القوة المغناطيسية التي تؤثر على شحن تسير في مجال مغناطيسي ومجال كهربائي نفس الوقت يعني عنا بيكون كوتين كوة مغناطسية وكوة كهربائية أما منطق السرعات فمبدأ العمل كوة لورانس تعريف كوة لورانس هي حاصل جمع المتجه بين الكوة الأولى والكوة الثانية الكهربائية والمغناطسية آلية العمل شو الفرق عزيزي الطالب بين مبدأ العمل وآلية العمل مبدأ العمل شو المبدأ القائم عليه آلية العمل يعني بدي أشرح بالتفصيل شو اللي بعمل للخطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة الثالثة وهكذا فبالتالي بنا نشرح التجربة الأولى والتجربة الثانية القوانين المستخدمة طبعا بيجي إذا بدي يجي في التوجيه ميز بين الاستخدام ميز بين أو قارن بين الاستخدام ومبدأ العمل ممكن تيجي بعض المسائل فإذا جاب لي سايكلترون شو القوانين اللي بيستخدمها قوانين اللي هي قوانين القوة المغناطيسية التي تؤثر على شحن تسير في مجال المغناطيسي بسرعة محددة فهي نفس القوانين اللي ذكرناها قبل شويه أما جهاز منطق السرعات فقانونه بالسير القوة الكهربائية تساوي القوة المغناطيسية فكيو في إي تساوي كيو في في بي بنشطة بكيو مع كيو بسير عنا المجال الكهربائي يساوي حاصل ضرب السرعة ضرب المجال المغناطيسي بيجي كمان بضع دايرة شو أثر المجال المغناطيسي وأثر المجال الكهربائي على الشحن الكهربائي إحنا بنستخدمها مثلا في جهاز السايكلترون والجهاز منطق السرعة ولا كيف ما كان المجال المغناطيسي عزيز الطالب نستفيد منه في التوجيه التوجيه فقط إننا نوجهها أما المجال الكهربائي في المسارعة في المسارعة ممكن نستخدم في التباطئ ففي التسارع والتباطئ يعني التسريع وتبطيء أما المجال المغناطيسي نستفيد منه فقط في التوجيه وليست المسارعة اتفقنا مرة ثانية منتق السرعات والسايكلترون فالسايكلترون هو استخدامه مرة ثانية من أجل مسارعة مسارعة الأجسام النووية المشحوني ومنصل لسرعة كبيرة جدا 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 منطبقها لاحقا حنوخذها طبعا في الوحدة الأخيرة اللي هي في التطبيقات النووية فبدنا نحصل على سرعة كبيرة مشين نعمل تفاعل نووي أو استخدام نووي أما منتق السرعات فهي اختيار جسيمات مشحوني بسرعات محددة نعم الشريحة اللي بعديها التعليل في عنا أربع تعليلات في الدرسها الأولى لا تبدل أو لا تبذل الكوة المغناطسية شغلا على الشحن الكهربائي يعني الشحن الكهربائي لما تسير في مسار دائري بالتالي فش عليها شغل بقدر أعليلها بتعليلين وهي ماشي في مسار دائري سرعتها ققيمي ثابتي يعني الكائنتك اللي إلها مقدار ثابت فبتغيرش هس الشغل شو أخذنا بساوي التغير في الكائنتك مدام الكائنتك ثابتي فالتغير في الكائنتك يساوي صفر فالشغل يساوي صفر في تعليل ثاني إنه f إنه الشغل بساوي f في d في كوساين ثيتا والزاوي بين f و d تسعين فممكن كوساين تسعين تساوي صفر فإلها تعليلين السؤال الثاني أو التعليل الثاني في السايكلترون يستخدم تردد مصدر فرق جهد يساوي تردد حركة الجسيم يعني لما يصل الجسيم لنقطة محددة عند هذيك اللحظة لازم شو نعمل إحنا لازم إنه غير فرق الجهد بين موجب سالب وسالب وموجب التعليل ليتزامن خروج الجسيم من كلا الدالتين عند عكس اتجاه المجال الكهربائي كي يستمر الجسيم في حركته ويكتسب التسارع والسرعة المطلوبة رقم ثلاث يختلف نصف كطر البروتون والإلكترون المقذوفان في مجال مغناطيسي أخذنا القانون إنه نصف الكطر R بساوي M في V على Q في B الآن كتلة البروتون تختلف عن كتلة مين؟ عن كتلة الإلكترون فبالتالي معناته نصف الكطر بيختلف لاختلاف كتلة كل منهما نقطة الأخيرة في جهاز منتق السرعات تبقى الجسيمات المشحونة تسير دون انحراف تسير دون انحراف ليش؟ لأن قوة لورانس هناك تساوي صفر فالكوة الكهربائية تساوي الكوة المغناطيسية في الكيمي وبتعاكسها في الاتجاه فمحصلتها صفر يعني في جهاز منتق السرعات نستفيد بالموضوع إنها قوة لورانس تساوي صفر حاصل جمع المتجهي تساوي صفر فهي التعليلات أهم التعليلات الموجودة في الدرس لإنه مباشرة عزيز الطالب من روح لمسائل اختيار من متعدد اخترنا لكم بعض الأمثلة الجيدة اللي بتركز بعض المفاهيم إحنا وياكم مع بعض حنشوفها مثلا السؤال الأول في عنا ثلاث جسيمات نووية مشحونة ثلاث جسيمات نووية مشحونة الأولى اسمها A و B و C إذا ملاحظين C هايها ضل ماشي في خط مستقيم بالتالي كأنه ما تأثر في قوة مغناطيسية B دخل من المنطقة هاي فانحرف في الشكل هاض B دخل من المنطقة هاي فانحرف فقال لي إيش نوع الجسيمات أو شحنة الجسيمات يعني بمعنى هل الشحنة كانت موجبية ولا كانت سالبي ولا كان متعادل هل لا نشوف C ما تأثر لا نحرف لا يمين ولا شمال بالتالي هو متعادل ما عنده الشحنة لأنه المجال المغناطيسي ما أثر عليه فبالتالي هو متعادل كأنه موجب وسالب فهو متعادل بلا شحنة A هاتلا نشوف A إصبعي باتجاه السرعة أصابعي باتجاه آسف الإبهام باتجاه السرعة الأصابع الأربعة باتجاه المجال إذا الشحنة موجبية معنى تشوف بدا تصير فيها بدا تطلع للأعلى وإذا سالبي الأسفل فبالتالي هي انحرفت للأسفل وبالتالي هي سالبي نشوف B الإبهام باتجاه السرعة الأصابع باتجاه المجال إذا موجبية بتنحرف بالشكل هاض إذا سابر على فهي موجبي فبالتالي تطلع إنها الشحن C متعادلة بلا شحن تطلع معنا A شحن سالبي تطلع معا B شحن موجبي فأنا الخيار اللي كان معنا A و B و C هو الخيار B الخيار B هو الأسلم A سالبي B موجبي و C متعادلة فمن الاتجاهات وقاعدة اللي يومنا قدرنا نحدد نعم شوف النقطة الثانية مع بعض نقطة الثانية موصل مستقيم طوله 50 سنتيمتر يمر به تيار شدته 2 أمبير موضوع في مجال مغناطيسي شدته 2 تسلا بنفس اتجاه التيار بنفس اتجاه التيار شو يعني يا أستاذ بنفس اتجاه التيار يعني شدة المجال والتيار بنفس الاتجاه يعني قديش الزاوي اللي هين تساوي صفر احنا عندنا القانون I في L في B في سين ثيتا مدام يزاوي صفر فبالتالي ما عندنا قوة مغناطيسية فبيكون FB على السلك يساوي I موجود معنا هاي شدته I في L طول الموصل معاي في B برضو معنا في سين ثيتا مشكلتي في مين في ثيتا سين ثيتا سين الصفر وهي صفر لذلك كل القيمة تطلع صفر فالإيجابي شو بتكون الإيجابي G يعني من شروط المجال شروط الكوة المغناطيسية على السلك يكون عندنا تيار ويكون عندنا طول ويكون عندنا مجال مغناطيسي وتكون زاوية محددة بشين تكون الكوة المغناطيسية لذلك الإيجابي هي G المسألة الثالثة المسألة الثالثة عندما يتحرك جسيم مشحون تحت تأثير مجال مغناطيسي منتظم عموديا عليه عندما يتحرك جسيم مشحون في مجال المغناطيسي عموديا عليه بالتالي حيتأثر في مين في كوة مغناطيسي سير إلف في مسار دائري تمام شو السؤال بكل شو بصير في طاقة حركته وفيه كمية تحركه حندرس شو بصير فيه طاقة الحركة اللي إله في الكائنتك وحندرس كمان الزخم كمية تحركه أو الزخم الخطي وكمان خلينا ندرس الزخم الزاوي الثلاثة أمور حندرسهم الآن لما الجسم يصير في مسار دائري في مجال المغناطيسي منتظم سرعة وكمية متجهة فهي بتتغير اتجاهها بس القيمة اللي إليها ثابتي يعني بظل ماشي الكائنتك بظل مقدار ثابت الكائنتك مقدار ثابت طيب شو رأينا في الزخم الخطي الزخم الخطي كمية فيزيائية متجهة فبالتالي هي بتتغير طول الوقت شماله يمينه مماسا فهي معناته شو مالها متغيري شو بظل عنا الزخم الزاوي الزخم الزاوي قيمته ثابتي واتجاهه ثابت طول الوقت بيكون أصابعي مع الدوران فبالتالي بظل طول الوقت بنفس الاتجاه فقيمته ثابتي واتجاهه ثابت فبتظل قيمة مالها قيمة ثابتي فلو سألني السؤال كدي التغير في الكائنتك بعطيه صفر كديش التغير في الزخم مش صفر كديش التغير في الزخم الزاوي صفر بس الزخم الخطي مصفر لذلك شو قليه انه سألني عن مين عزيز الطالب عن الكائنتك وعن بي فالكائنتك ثابتي وبي بتغيري هيك معناته الإيجابية نعم فتتغير كمية التحرك أو الزخم الخطي بينما طاقة الحركة اللي له تبقى ثابتي فالإيجابي جيم بتكون الأصح ولو سألني كمان عن الزخم الزاوي برضو بيظل ثابت عزيز الطالب هيك حنطلع إحنا وياك ولفاصل قصير ولنا عودة فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم من جديد نكمل مساء الاختيار من متعدد المسألة الرابعة الأثر الذي يحدثه المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي في السايكيل ترون يعني شو وظيفة المجال المغناطيسي وشو وظيفة المجال الكهربائي في جهاز السايكيل ترون تكلمناه قبل شوي المجال المغناطيسي يعمل على التوجيه فقط التوجيه فقط بينما المجال الكهربائي يعمل على المسارعة فالإجابة بتكون هو شو قلي على الترتيب مجال المغناطيسي مجال الكهربائي توجيه وتسارع توجيه وتسارع معناته بيكون عندنا اللي هي دال هي الإجابة السليمة فهي دال توجيه وتسارع هاي الإجابة السليمة النقطة الرابعة سؤال جيد سؤال جيد ننتبه مع بعض إحنا بإياكم في السؤال سؤال جيد الشكل المجاور يمثل ثلاثة موصلات طويلة مستقيمة ومتوازية تقع في مستوى واحد وتحمل تيارات كهربائية متساوية والمسافات بينها متساوية مرة ثانية هذا عندنا السلك اسمه سلك واحد هذا السلك اسمه سلك اثنين هذا السلك اسمه سلك ثلاث هذا فيه تيار شدة التيار للداخل هذا فيه تيار كهربائي للخارج هذا فيه تيار للخارج المسافات بينها متساوية هو قلي المسافة من الأول للثاني أو الثاني للأول المتساوية وشدة التيارات متساوية طيب إيش السؤال إيش المسألة إن الموصل الذي يتأثر بأكبر قوة مغناطيسية فبدنا أنه موصل في أكبر قوة مغناطيسية هل الموصل الأول ولا الموصل الثاني ولا الموصل الثالث خلينا بس نستذكر شو القانون اللي إحنا منطبكه قانون القوة المغناطيسية بين الموصلين بالساوي ميونوت في التيار الأول في التيار الثاني على اثنين باي في آر على أل أو ضرب أل معناته بتناسب تناسب طردي مع آي واحد وآي اثنين وآل بس عكسي مع مين؟ مع البعود خلينا نشوف واحد واحد نيجي مثلا على الموصل رقم واحد أكم كوة عليه؟ كوتين من واحد لاثنين ومن واحد لثلاث احنا متكلم على الموصل رقم واحد حاليا خلينا ندرس الكوة اللي عليه بعيد عن الأول مسافة آر فبالتالي في عنا تنافر ولا تجاذب عزيز الطالب هذه للداخل هذه الخارج بالتالي التنافر فهذا حي ينافر أو يتنافر مع مع السلك الأول حينفر من السلك الثاني في كوة قديش الكوة؟ هس منشوف قديش الكوة نعم هو قيل لفوق طبعا لوحدة طول هو قيل لمستقيمة متوازية ثلاث مستقيمات طويلة ومستقيمة لوحدة الطول اللي معنا كأنه أطوالهم وحدة فهين إحنا مندرس إنها الكوة المغناطسية على وحدة الطول لو حطينا هين قل يمكن بصير أفضل لحل السؤال فبالتالي مندرس على وحدة الطول تمام الثاني شو الكوة؟ الأول اللي تأثير الثالث ما لها برضو هذه عكس الاتجاه حينفر بينه طب قديش الكوة اللي إلها؟ ما هي ضعف المسافة بالتالي لو سميت هاي الكوة اللي من واحد لثلاث أف معناته الكوة بين واحد واثنين حتكون اثنين أف ليش اثنين أف؟ لأن هالمسافة نص المسافة فاثنين أف وهاي أف بيكون الجسم الأول عليك كوة لليمين مقدارها ثلاث أف طيب خلينا نشوف الجسم الثالث السلك الثالث سلك الثالث عليك كوة تين بين ثلاث واثنين وبين ثلاث وواحد هذه للخارج هاي للخارج لذلك حينجذب في قديش الكوة؟ المسافة بين هاي وهاي المسافة عبارة عن إيش؟ آر فبالتالي حينجذب في قيمتها اثنين أف طيب هذه بين ثلاث وبين واحد اتجاهين متعاكسين بالتالي رقم ثلاث حيتناثر من رقم واحد بس البعض ضع في المسافة لذلك حينفر حيتناثر منه بقيمة أف يتناثر محصلة اثنين أف يمين وأف في شمال فبالتالي رقم ثلاث حيتحرك لليمين في قوة قيمتها بس أف لأنها اثنين أف ناقص أف تساوي أف نشوف رقم ثنين سلك اثنين سلك اثنين عليه كوتين بين اثنين وواحد وبين اثنين وثلاث بين اثنين وواحد هذا عكس اتجاه اثنين وواحد عكسين لذلك حينفر في قيمة قيمة لأنها هاي عكسين ار هاي اثنين ف حيث اتجاه عكسين ي surrounds اثنين واضح الى البعد عكسين حينجذب عليه في قيمة برضو اثنين اف لذلك عنده 2F لليسار و2F لليسار فالسلك الثاني بتكون محصلة الكوى اللي عليه 2F يسار و2F يسار بتكون 4F المحصلة النهائية رقم واحد عنده 3F رقم 2 عليه 4F رقم 3 عليه F فشو قال لي؟ إن الموصل الذي يتأثر بأكبر كوة مغناطسية لوحدة الطول بيكون منه؟ بيكون رقم 2 عليه 4F لذلك بنحط إيش الإيجابي؟ بنحط هذا فننتبه لأنها الكوى إلى علاقة في مين؟ في المسافة هو صح إنه 3 عليه كوتين بس وحد منهم بعيد 1 و3 بتكون مسافة أبعد بالتالي تأثيرها F أما 1 و2 بيكون إقراب تأثيرها 2F محصلة 3F غير رقم 2 رقم 2 محطوط في النص فبعده R بين 2 و1 وبعده R بين 2 و3 فبالتالي عنده تجاذب بين 2 و3 2F وعنده تنافر بين 2 و1 لليسار 2F ف2F يسار و2F يسار فالمحصلة هتطلع معنا 4F لليسار بيكون هو اللي أخذ أكبر كوة أكبر كوة طيب المسألة الثالثة مسألة الثالثة شو قالنا؟ يستخدم جهاز منطقي السرعات لاختيار أو انتقاء جسيمات طاقتها الحركية أعطاني الكائنتك للجسيم هاي الكائنتك الاثنين ضرب 10 كوة 5 إلكترون فولت وخلينا نستذكر أخذنا هذه في صف 11 شو إلكترون فولت هي وحدة طاقة فالإلكترون فولت عزيز الطالب 1 إلكترون فولت وحدة طاقة بس لا الجسيمات اللي حاملين طاقة صغيرة فبتكون قيمتها 1.6 ضرب 10 كوة سالب 19 جول فبالتالي أعطاني الطاقة اللي حاملها هذا الجسيم إذا كانت شدة المجال الكهربائي فأعطاني كمان إيش أعطاني شدة المجال الكهربائي اللي هي إي وكانت كتلة الجسيم أعطاني كمان إيش الكتلة تبعة الجسيم هذه أم فالسؤال إن شدة المجال المناطيسي المستخدم تساوي شو طلب؟ طلب B خلينا بس نحط يعني خطة كيف نفكر في السؤال مدام قلي جهاز منتق السرعات فبالتالي عندي القانون E يساوي هاي E يساوي حاصل ضرب B في V شدة المجال العطانيها شو بدي أحسب منها؟ بدي أحسب السرعة كيف بدي أحسب السرعة؟ من الكائنتك في علاقة بين طاقة الحركة وبين السرعة فمن كله الكائنتك تساوي نص أم V تربية فبحسب منها السرعة من الكائنتك طبعا معاي وبضرب السرعة في مين؟ في المجال المناطيسي اللي هو أعطاني الشدة لإله فبتطلع القيمة معنا بالضبط نص تسلة إذا بنعمل هاي الخطوات بتطلع نص تسلة ففي السؤال هاد مرة أخيرة طلب مننا نحسب شدة المجال الكهربائي شدة المجال المغناطيسي عفوا اللي طلبوا شدة المجال المغناطيسي بالتالي هو طلب B فبتكون B معنا ستكون B معنا هاي B تساوي E على مين؟ على السرعة E معاي بضل السرعة كيف أحسب السرعة عزيز الطالب؟ السرعة بدي أحسبنا من الكائنتك الكائنتك تساوي نص أم V تربية أعطاني الكائنتك وأعطاني الكتلة أحسب السرعة فبقسم شدة المجال الكهربائي على السرعة تطلع شدة المجال المغناطيسي اللي هي نص تسلة نص تسلة تمام هيك منروح مباشرة إحنا وياكم على مسائل مسائل حل السؤال الأول مثال رقم واحد في الشكل المقابل أو المجاور يمثل ملف دائري عدد لفاته N أعطاني الملف الدائري عدد لفاته N تمام فهي عدد اللفات هاي كمان ونصف كتره باي سنتيمتر أعطاني كمان نصف كتر الملف الدائري ويحمل تيارا كهربائيا ما أعطاني التيار الكهربائي اللي فيه شدة آي تمام وضع بين لوحين فلزيين متوازيين على بعد 20 سنتيمتر فالمسافة بين اللوح الأول واللوح الثاني 20 سنتيمتر المسافة هيسميها L أو سميها D من بعضهما أثر مجال خارجي منتظم هاي عنا مجال خارجي ملاحظين عنا الـ X هاي بشير لمجال كهربائي مجال مغناطيسي خارجي قديش شدته اثنين ونص ضرب عشر كوي سالب ثلاث تسلا هاي شدة المجال الخارجي اللي هو أعطاني هاي في الشاشة أنه طيب بعيدا عن الناظر اتجاهه للداخل فإذا مر في مركز الملف جسيم مشحون بشحن مقدارها اثنين مايكرو كولوم بسرعة أعطاني كمان الشحن قيمة الشحن اللي مرت واعطاني السرعة اللي مر فيها في مركز الملف الدائري واعطاني الاتجاه اللي إله باتجاه الصادات الموجة فكانت كوة لورانس كوة لورانس ونستذكر إيش كوة لورانس هي حاصل جمع المتجاهي بين الكوة الكهربائية والكوة المغناطيسية كانت كوة لورانس المؤثر عليه هذه اللحظة تساوي خمسة ضرب عشر كوة ناقص أربعة نيوتون هذه كوة لورانس نحو اليمين فقوتها نحو اليمين احسب مقدار واتجاه التيار الكهربائي في الملف الدائري عزيز الطالب هذا سؤال شبيه في مسائل الفصل للكوة المغناطيسية باختلاف الشكل اللي معنا الشكل اللي معنا كان لوحين فلزيين وكان عنا اللي هي ملف دائري هين غيرنا ملف حلزوني هين غيرنا الملف الحلزوني إلى ملف إيش ملف دائري طيب خلينا نحط خطة للحل اللي إنا أعطانا كوة لورانس مدام هم أعطيني كوة لورانس هي تساوي حاصل جمع F E زائد F B تمام هون إيش المطلوب بالنهاية عنا مطلوب قديش التيار في الملف الدائري قيمة التيار الآن كوة لورانس أعطاني إياها ممتاز F E شدة المجال الكهربائي بقدر حسبها من وين ده قدر حسبها هي F E شو بتساوي عزيز الطالب حاصل ضرب كو في مين في E كو في E تمام كو أعطاني إياها بس E معيش بس E بقدر أحسبها من وين من فرق الجهد بين اللوحين يساوي E في L فبالتالي بالتالي من فرق الجهد وL بحسب E إذا حسبت شدة المجال الكهربائي بقدر أحسب إيش أنا هيك F E الكوة الكهربائية إذا معاي الكوة الكهربائية ومعاي كوة لورانس شو بقدر أحسب بقدر أحسب الكوة المغناطيسية تمام هسه هو مش طالب الكوة المغناطيسية شو طالب طالب شدة التيار الكهربائية إذا معاي الكوة الكهربائية على الشحنة شو بتساوي تساوي كو في V في B في sin θ كو في V في B في sin θ أي B Bnet إذا معاي الكوة حسبتها وكو حسبتها والسرعة حسبتها والsın θ حسبتها شو بقدر أحسب منه بحسب Bnet Bnet اللي هي المحصلة المجال المغناطيسي؟ لا المجال المغناطيسي الخارجي هيطانية وكمان إيش من الملف الدائري فبالتالي من B نت وعندي B خارجي معاي بقدر أحسب مباشرة B للملف إيش الملف الدائري الآن إذا حسبت B للملف الدائري لأنه المطلوب شدة التيار في الملف الدائري فبالتالي نحكي إنها الملف الدائري بي لإلها تساوي ميو نوت في I في N على 2R شو بقدر أحسب من هنا بقدر أحسب التيار الكهربائي لذلك عزيز الطالب من هنا خطتنا لحل السؤال كوة لورانس معاي وبقدر أحسب الكوة الكهربائية من فرق الجهد والبعد بينهما بحسب شدة المجال الكهربائي إذا معاي شدة المجال الكهربائي ومعاي الشحن بقدر أحسب الكوة الكهربائية معاي الكوة الكهربائية حسبتها ومعاي كوة لورانس من المسألة مباشرة بقدر أحسب الكوة المغناطيسية هو مش طالب الكوة المغناطيسية طالب التيار الآن إذا معاي الكوة المغناطيسية على شحني معاي قانونها بقدر أحسب منها بي نت إذا معاي بي نت معاي بي الخارجي ومعاي بي نت بحسب بي لمن للحلقة وإذا حصلت على بي الحلقة بروح بحصل على التيار خلينا نشوف الحل إحنا وياكم مباشرة هيك النقطة الأولى نحسب شدة المجال الكهربائي مشان نحسب منه مباشرة الكوة الكهربائية فرق الجهد بين اللوحين المتوازين بساوي E ف l فمباشرة من نروح على e تساوي فرق الجهد فرق الجهد منلاحظ هذي زايد 10 فولت وهي سالب 10 فولت من زايد 10 فولت لسالب 10 فولت قدش فرق الجهد الكهربائي بينيهين 20 فولت فبيكون عنا 20 على البعد بينهما البعد بينيهم 20 سنتي 2 في العشرة بيطلع هيك شدة المجال الكهربائي بساوي 100 فولت على متر لين اتجاهه اتجاه المجال دائما خطوط المجال تخرج من الكطب أو من الصفيحة الموجبة إلى الصفيحة السالبة إلى الصفيحة السالبة نعم فهي خطوط المجال هيك فاتجاهها لين لازم يكون؟ عاتجاه السينات السالبة ممتاز هيك حسبنا مين إحنا؟ شدة المجال الكهربائي ليش حسبناها؟ مش أن نحسب الكوّل كهربائي الآن مباشرة على الكوّل الكهربائي أفئي تساوي حاصل ضرب الشحن في شدة المجال الكهربائي الشحن أعطنيها وهي المجال حسبتها فمنحسبها بتطلع على الكوّل الكهربائي تساوي 2 ضرب 10 كوّة سالبة 4 نيوتون وين اتجاهها؟ الآن الشحن اللي عنا هي شحن موجبي شحن موجبي ولوين بتتحرك؟ على محور الصادات الموجبي يعني هيك عم تتحرك وهي شحن موجبي فمباشرة هاي الصفيحة موجبي هاي سالبة بالتالي تأثير الكوّة الكهربائية لأوين بتكون؟ بتكون على السينات السالبة لأن هاي شريحة سالبة وهي شريحة موجبي هي شحن ماشي من هنا فالسالبة يجريبها والموجب بتنفر معها ودائماً تكلمنا أنه دائماً اتجاه المجال من الموجب السالبة والشحن الموجبي بتمشي مع خطوط المجال فبتروح معناته على شحن السالبي الآن خلينا نتكلم عن مين حالياً؟ صار معنا كوّة لورانس وصار معنا الكوّة الكهربائية كوّة لورانس رايحة لين؟ لليمين لليمين يعني على السينات الموجب والكوّة الكهربائية رايحة على السينات السالب لذلك الكوّة لورانس تساوي حاصل جمع المتجاهبين بين الكوّة الكهربائية والكوّة المغناطسية كوّة لورانس معي اللي هي قيمتها 5 في 10 كوّة سالبة 4 نعم وحصلنا على مين كمان الكوّة المغناطسية بالتالي بتطلع الكوّة الكهربائية مباشرة اللي هي 7-14 كوّة ماكس 4 نيوتون لأين اتجاهها هاي بتكون اتجاه السينات الموجاب كيف عرفت إنها السينات الموجاب لأنها كوّة لورانس على السينات الموجاب المحصلة والكوّة الكهربائية على السينات السالبة هذه قيمتها خمسة على السينات الموجبي وهاي اثنين على السينات السالبي فلازم تكون FB 7 ضرب 10 كوة سالب 4 نيوتون على السينات الموجبي فلذلك FB رايح على السينات الموجبي تمام المطلوب مننا عزيز الطالب مش الكوة المغناطسية على الشحنة مطلوب مننا شديد تتيار الآن إذا معنا FB بإمكاني أحسب منها إيش؟ بإمكاني أحسب بي نت مباشرة فFB تساوي على الشحن Q في V في B في سين ثيتا الآن معنا FB ومعنا Q ومعنا V معيش بي نت ومعي ثيتا الزاوي لها فبقدر أحسب بي نت مباشرة اللي هي FB قسمة الشحنة ضرب السرعة ضرب صين ثيتا إذا قسمناها هنا على بعض تطلع بي نت تساوي بي نت تساوي اللي هي ثلاث ونص ضرب 10 كوة سالب 3 تسلة على زد الموجب تمام الآن بي نت عبارة عن شدة المجال لشغلتين عندي في السؤال اللي هي الخارجية والملف الدائري الآن الخارجية أعطاني إيها اتجاهها لوين للداخل وبي نت أجت لوين للخارج معناته الحلقة لازم تكون بينت تساوي بي الخارجية زائد بي الملف الدائري فبطلع مباشرة معنا بي الملف الدائري يساوي 6 ضرب 10 كوة سالب 3 تسلة على زد الموجب برضو السؤال مش طالب مني نحسب شدة المجال المغناطيسي في الحلقة طالب التيار بس في علاقة بين شدة المجال المغناطيسي وين التيار قانونه فبطلع بي الحلقة تساوي أن في ميونوت في آي على 2 آر بي حسبناها هاي وأن معاي وميونوت معاي آي معيش معاي 2 ومعاي آر فمباشرة بنحسب التيار بساوي 2 آر في بي على أن في ميونوت فإذا حسبناه بطلع يساوي 3 أمبيرات ظل الاتجاه بي للدائرة على زد الموجب بالتالي إصبع على زد الموجب فلازم التيار يكون يمشي في الاتجاه هذا يعني يكون ماشي التيار عكس عقارب الساعة فهيك بيكون حسبنا شدة التيار الكهربائي الماشي في الملف الدائري طيب سؤال ثاني بشكل سريع سؤال ثاني بشكل سريع كذف إلكترون كتلته 9 ضرب 10 كو ناقص 31 كيلو جرام بسرعة مقدارها 3.2 ضرب 10 كو سبعة متل لكل ثاني أعطاني الشكل قال لي هاي عنا إلكترون قذفناه في مجال مغناطيسي لما ينقذ في مجال مغناطيسي بالتالي حتتأثر أو تأثر عليه كوي مغناطيسي اتجاهها إصبعي مع V أصابعي الإبهام مع V الأصابع باتجاه به إذا الشحن موجبي حتنحرف في الصورة هاي شحن سالبي حتنحرف في الصورة هاي الآن هاي عبارة عن 2R يعني من هين لو أخذنا هاي هذي R وهذه R فهي 2R أعطاني السرعة هاي السرعة اللي مشى فيها وأعطاني كمان إيش الكتلة تبعت الإلكترون عمودياً فالزاوي 90 درجة على مجال منتظم فانحرف نحو اليمين وأكيد حينيحرف على الشكل نحو اليمين مسافة تبعد 20 سنتيمتر أعطاني من هاي النقطة لهاي النقطة 20 سنتيمتر بالتالي هاي عبارة عن كتر المسار الدائري فبحسب من هين أنه نصف الكتر يساوي 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر عن نقطة دخوله إذا علمت أن شحنته تساوي 1.6 في 10 كوية ناقص 19 احسن ما يلي 1 شو المطلوب منه مقدار المجال المغناطيسي اللي هي B 2 الزمن الذي يستغرق الإلكترون فبدو T small أو T capital سميها T small شو الفرق بين T small و T capital T capital هي الزمن الدوري عزيز الطالب زمن اللف الوحدي هذي مش لفي هاي نص لفي رقم ثلاث مقدار واتجاه المجال الكهربائي فبدو E الذي يجب تسليطه على المجال المغناطيسي حتى يستمر دون انحراف شو مانا دون انحراف يعني لما تكون F لورانس تساوي صفر يعني عنا F B تساوي F E بنحرفش إذا هذول تساوين في القيمة واتعكسين في الاتجاه بلغين بعض فبالتالي كأنه هذ جهاز منتقي السرعات طيب مفتاح الحل اللي معانا اللي هي معاي نص القطر نص القطر وشو طالب مننا مقدار المجال المغناطيسي فمنروح على قانون نص القطر بساوي MV على Q في B الآن نص القطر معاي والكتل معاي والسرعة معاي والشحن معاي فشو بنحسب مباشرة اللي هي شدة المجال فمنخلي بي موضع القانون بي تساوي MV على Q في R بنعوضهم معنا فبطلع شدة المجال الكهربائي تساوي 18 ضرب 10 كوي سالب 4 تسلا والاتجاه عزيز الطالب هو شير له بالتالي مش بالضرورة أشير له هو كاتب للداخل فهاي المطلب الأول المطلب الثاني قال لي احسب الزمن الذي يستغرقه الإلكترون داخل المجال يعني بده زمن دخوله من هاي النقطة لهاي النقطة هاد عبارة عن نصف الزمن الدوري نصف الزمن الدوري نعم فنحسب T تساوي 2 باي أم على Q في B قسمة 2 ليش عزيز الطالب قسمت على 2 لأن هاي زمن اسموها نصف الزمن الدوري فبالتالي بتطلع بتروح 2 مع 2 باي أم على Q في B إذا عوضناها مباشرة فبيطلع الزمن اللي استغرقه بساوي 9.82 ضرب 10 كوية سالب 9 سكند من النقطة الأولى لوين لن نقطة الثانية نقطة الثالثة إيش كان بده بده مقدار واتجاه المجال الكهربائي هذه قوة لورانس تساوي لأنه قلي دون انحراف فبالتالي قانونها E تساوي V في B هاي قانونها يظل عندنا الاتجاه اللي إلها فلو أخذنا الشكل التالي أخذنا الشكل التالي الآن الكوة المغناطسية أثرت عليها لوين على السينات الموجب تمام معناته الكوة المغناطسية الكوة المغناطسية على السينات الموجب الكوة الكهربائية لوين تأثر السينات السالب كونه إلكترون عندنا هنا فلازم أحط الصفيحة هذه موجبية والصفيحة هاي سالبية مشين الكوة الكهربائية لوين تيجي عكس الكوة المغناطسية فمضطر أحطه هاي موجب هاي سالب خطوط المجال بتنتقل من الموجب للسالب فبالتالي لوين بتكون على السينات الموجب أما قيمتها A تساوي V في B فبالتالي تطلع قيمتها معاي V معاي بي فبتطلع 5.67 ضرب 10 كوية 4 نيوتون على كولوم بس لوين اتجاهها؟ اتجاهها على السينات الموجب ليش سينات موجب؟ هاي الصفيحة الموجبية هاي الصفيحة السالبة خطوط المجال بتنتقل من الصفيحة الموجبية للصفيحة السالبة هيك بيكون عزيز الطالب وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء وبذلك قد وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة أرجو أن نكون قد وفقنا وتحققت الفائدة وأن تحصلوا على أعلى المعدلات إلى لقاء قريب معكم أستاذ كمال جمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة